مساء الفل نسل الأغراب فات ست حلقات وما فكرتش أشوفه لغاية دلوقتي مع أن فيه فنانين كتير أنا بحب أعمالهم جدا جدا زي طبعا أحمد الساقة وأمير قرارة ومي عمر وكتير من الفنانين لكن بصراحة كده أنا ما بحبش المسلسلات السعيدي بحس أنها ما بتتعملش كويس بس عايز أقول لكم أن أنا من أول كم مشهد في الحلقة اتفاجئت اتفاجئت جدا جدا مستوها عالي بشكل مش معقول بصراحة ندمت أن أنا ما تفرجتش وطيارت ست حلقات بحالهم من غير ما أشوفهم علشان كده أنا إن شاء الله المفروض أني هتابع المسلسل دل لأنه فعلا ما يتسبش شكله جامد جدا جدا غير أن محمد سامي الحقيقة بيشتغل على تفاصيل مش كتير بيشتغلوا عليها التفاصيل الصغيرة قوي مهمة وهو دايما بياخد باله منها زي التفاصيل كده في الديكور في الملابس شكل البيوت من جوا الفرش والموبيلية اللي موجودة فيها حاجات كده بسيطة لكن هي مهمة طبعا للمشاهد ومش كل المخرجين بيهتموا به غير أن بصراحة الموسيقى حلوة جدا الأغنية بتاعت التتر ملهاش حل طبعا تامر حسني كمان الحوار جميل اللكنة الصعادية معمولة ومدروسة وما فاش أي تصنع بصراحة أنا محسيتش اللحظة أن دول ناس مش صعيدة بصراحة كده مسلسل معمول سقحة أول مش هتظهر في أحمد السقح حاجة مرعبة عايشت دور بشكل مش معقول ناس ثاني أصلا أن هو أحمد السقح وخلاص أنا بقيت متخيلة ده على السافر غريب وخلاص بقى عشت معاه الشخصية طلع من السجن بعد عشرين سنة لكنته واسلوبه وتعبيرات وشه حاجة تخط والسنان الدهب اللي حاطتها كمان زودت كل ده على ما أسمع كده يعني أن اللي بيركب السنان دي بتبقى دليل على الصراء الفاحش أو القوة والجبرود والفتوانة يعني في التقادي شكله بصراحة هنا اللي اتنين مع بعض أو كان كده ليه بقى؟ الموضوع لي قصة كبيرة قوي وأحلى حاجة عجبتني أن كلها اتفردت في أول حلقة عشان ما نبقاش عادين بنتفرج كده وإحنا تايين ومش فاهمين إيه اللي بيحصل دول تبع مين ودول جايين منين ودول رايحين فين ودول ولاد مين وده متجاوز مين وده منتوش وإحنا بنتفرج كطبيعة المسلسلات المصري إنك تبقى قاعد حالة أو اتنين وثلاثة واربعة على ما تبتدي تربط ده يقرب لده إيه؟ وده يبقى متجاوز مين والكلام اللي احنا عارفينه ده وعشان نبقى واضحين هم كانوا زمان يعني من عشرين سنة أربع إخوات كان فيه أبو غفران وكان أبو عساف وأبو علي وحافظ قسموا القرية على بعضه أبو غفران خد الشرق بالصرايا بتاعته أبو عساف خد الغرب بالصرايا بتاعته أبو علي بقى خد العمودية وبيت العمدة اللي هو يبقى أبو رئيس المباحث حافظ ده الوحيد اللي عاش لإن كلهم ماتوا كانوا كلهم بيكرهوا بعض بما فيهم حافظ لكن هو كان عنده شوي زكاء كان مع الكل وعالكل عشان كده هو اللي فضل عايش بالقصة بقى بدأت من عشرين سنة برضو إن كان فيه عركة جمدة جدا جدا عساف قتل فيها أبو غفران وكل رجالته وقطع نسل الكل طبعا ما سكتش رد عليه وقتل أبو عساف وأمه وعيلته كلها بكل الرجالة اللي فضل بقى بواقي عيلة أخ على أخت وخلاص على كده كل ده حصل ليه عشان كل واحد فيهم كان عايز يبين إن هو الأقوى وهو اللي يقدر يحكم البلد كلها طبش معنى مع إن دول خلاصوا على دول ليه عساف هو اللي دخل السجن لإنه كان غشيم كان قوي جدا وكان مفتري جدا وكل البلد ما كانتش بتحبه عشان كده كلهم شاهده ضده لكن غفران كان زكي وكل وقف في صفه وخصوصا الغجر مع بقيت الناس اللي بقيوا في البلد اتحكم عليه إعدام هو وخمسة واربعين راجل لكن بعد النقد بقوا خمسة وعشرين سنة بس في الآخر صفصفه على عشرين سنة وطلع طلقت عساف هتفتح أبواب الخراب ليه بقى عساف اتجوز جليلة وهي عندها 12 سنة وخليفه حمزة لما عساف دخل السجن غفران رحل العمدة ورفع قضية وطلق جليلة من عساف واتجوزها هو خلف منها سليم يعني جليلة عندها ولد من عساف ولد من غفران لما عساف وهو في السجن عرف ان غفران طلقوا من مراته واتجوزها خطف أمه طبعا غفران رحلوا كتير السجن عشان يخليه يعرفوا مكان أمه ما كانش باردان وبعد له مرسال يقوله ان هم اللي اتنين هياخدوا إفراق سوا طبعا دلوقتي عساف عايز يرجع مراته وولده وغفران عايز أمه والاتنين عايزين دهب الأغراب اللي هو ايه بقى محدش يعرف مكانه غير أم غفران القرارة غفران الغريب أول ظهور ليه كله هيبة وجبروت وقوة أول ظهور ليه كان وسط غجر زلط ورجلته وهو رايح يعرفهم أصلهم وفضلوا عليهم وازاي اداهم أرض يعيشوا فيها لما وقفوا معاه في اليوم اللي هو اتقتل في أهله وقتل كمان أهل عساف وان هم كان ليهم فضل عليه لما شاهدوا معاه وعشان كده اداهم أرض يعيشوا فيها ومفروض ان هم كانوا يعمروها ولا انهم قطع قسح قسل زي ما قال غفران فضلوا عايشين في خيام زي ما هم وما بنوش بيوت رح طبعا حط عليهم يعني وهيه وبهدلهم ومرمطهم وهزقهم وعرفهم قماتهم اللي هم كانوا نسيوها مي عمر وكالعادة حضور غير عادي وجمال وحوار بقى ايه يعني مش عارفة أقول لكم قد ايه دمه خفيف وقد ايه جميل وفيه ثبات وفيه قوة في الشخصية وانتوا عارفين بقى مي عمر بس شكل الدور ده بصراحة هتعلى بيه جامد على لقلق اخو جليلة هو العمدة تخيالوا بقى مين ادوارد لقوا مين امه سلوى عثمان حاجة عظمة عساف بيقول ما كولها حلوة قوي كيف ضفت غفران مزهزهة ومزهرة وبين عليها العز وضفت عساف به الغريب عجزت جاجت والعنف واكل حيطانها وغيطانها الله على كلامه بصراحة كل مشهد في الحلقة له معنى وممتع ويشد المشاهد بجد مسلسل من الاخر جامد القصة والاخراج والتمثيل الملابس والديكور الحقيقة كله عشر على عشر وكيف ضفت غفران زهرت ومبنيها عاليت وضفتنا جشفت والفجر واكلها مسلسل من الاخر حلو جدا جدا أسابقوا بقى التابعوه ما تنسوش يشرفني جدا جدا اشتراكوا في قناتي وكمان أكون سعيدة قوي لمتابعة فيديوهاتي واشوفكوا بخير ان شاء الله في حلقة جديدة ومسلسل جديد وإلى اللقاء